بسم الله هنشوف ازاي نستطب الجي دي كي اه على اربع خطوات اول خطوة هندولد الجي دي كي اصلا من موقع اوراكل اه ده اوبريتينج سيستم او ويندوز لسه فاضي خالص عشان اه نتابع لو في اي اخطاء او اي مشاكل تبقى باين معانا كلنا من الاول. دخلت على جوجل دوك كوم وبعد كده هبدأ اكتب في السيرش ان انا عايز انزل الجي دي كي. طبعا الجي دي كي ممكن. الموجود حاليا لكن طبعا لو نزل هنزل بنفس الطريقة حتى لو بعد كده هتحدث ونزل 13-14 مش تفرق معك هتمشي على نفس الخطوات. كدابة داونلود جي دي كي. دخلت على طول بعث لي الاول لينك اللي هو بتاع جوجل. دخلت على بتاع اسف اوريكل. هدوس على داونلود. فتح لي جابا اس اي بس يفتح لي تن. ماهماكش هتلاقي كده في لينك اسمه جابا اس اي داونلود بيج. دوس على اللينك دوت. هيبدأ يحمل لك ويفتح لك من فوق. هيطلع من فوق احدث حاجة دايما. يعني هتلاقي كده عندك ايه? هو طبعا هتلاقي بعد كده برجنات الاقدم. لكن ده هو جابا اس اي. هدي 12. هتوسع على داونلود. هيدخلنا على الصفحة بقى بتاعت نوع لبريتنج سيستم. اللي انا عايزه. داونلود جابا اس اي. هلاقي تحت. طبعا نحن نعمل. نحن نعمل. نحن نعمل على اجريمنت. وهتلاقي عندك لينكس كزا نسخة. وعندها تلاقي عندك ماك كزا نسخة. وهتلاقي عندك ويندوز. نزل على طول اللي هي نسخة الويندوز اللي هي طبعا ما عنده 64 بيت. نزل على طول النسخة. لو عايزة نوتا تيني ممكن تنزل لتالي جاء ترجع لبريتنات اقدم. فهعمل داونلود. هيبدأ ينزل معك داونلود زي ما هي شايفين تحت. هتسيبه بقى مع الانترنت شوية. على حسب صورة الانترنت عندك يكون عمل داونلود. عمل عندي خلاص داونلود. هدوس على رن. عشان نشغله. طبعا ممكن تطلع لي سيكيرتي اليرت كده. دوس عليها على اوكي. تمام. مفترض لوقتي ان البرنامج هيبدأ ايه يحصل له. يعني هنبدأ كده نعتبر كنه هو يقال لهو جابه ومش اعرف ايه واهلا. طبعا هنعمل. فهندوس على نيكست. هيدين الباس. احنا انا ما بحبش احط في الباس دا دايما بحب بحط في باس تحت السي عل طول. وياريت نتجنب الكلمات اللي فيها مسافات ومش عارفين. انا بضعات ما ايش في مشاكل دي. لكن من المستحب ان احنا نسمي اسم الفايل يعني يعني تحت السي عل طول مثلا جديك مثلا اه 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 اتناشر. ارجع معلش كده مش اجدك اه عشرة. ارجع عمل تشينج. لفولدر اعمل باك كده. ومعمل فولدر جديد. اه او اعمل اديت عليه على طول. وخلته اتناشر ودست على اوكي عشان يبقى مزموط وقلت هيبدأ ايه يحصل اه هياخد وقت شوية مش انا مشكلة بيعمل كوب للفايلز خلصنا دوس خلوز طبعا لو انت عايز تدوس انا هرجع تاني لو انت عايز تدوس على على اله هيفتح لك بس الدكومنتيشن على الموقع بتاع أوراكل يعني الخاص بي مش جدك ايه لو انت عاوزت ايه تتفرج على الدكومنتيشن بتاعته تمام اي حاجة تخص جدك يعني هتلاقي فيه كويسة وفيه وكلام زي كده طيب على عموم انا هدوز دلوقتي يعني مش محتاجة خلاص اعملت لكن على السيء اتأكد من الفايلز اللي اسمه جدك اتناشر موجود وجوال في الفايلز بتاعته وكل حاجة تمام بكده اكون عملت الخطوة اتنين لها عملت انستول الجابا هابدأ اعمل حاجة اسمها سيطب للجابا هوم لان في البرامج كتيرة بتبقى حابة تشوف الجابا هوم موجود فين عشان اه تشارع على الملف ودائما بنشاور على الملف اللي انا ستبنا فيه اللي هو عسي جدي كي اتناشر زي ما احنا سمنا هروح كده هطل عبارة على الديسك توب واعملت كمين على زي سبي سي واخش على ومنع الشمال كده هختار عشان نخش في الاعدادات المتقدمة ومن تحت خالص هتلاقي حاجة اسمها هنضيف اول حاجة هتدوس على عشان تضيف جديد للسيستم هكتبوا كلها كابتل بحب جابا وبعد كده هروح اخد المسار اللي انا عملت فيه او الباس اللي انا عملت فيه سيتب هخش على سي وي جدي كي اتناشر هعمل كليك كمين على الباس واخد كوبي منه هش هتأكد ان هو مظبوط وكليك كمين وعمل باست وادوس اوكي اوكي كده انا ضيفت اول ايه اول حاجة يبعا كده اعملت الخاطوة رقم ثلاثة عملت سيتب للجابا هوم فضل انا اكون فيجر الجابا باس سيتنج يعني عايز اعمل في فيه سيتنج هارجع نفس الشاشة اللي كنت فيها واخش على environment variables وهدور هلاقي باس موجود لانه بينزل automatic مع السيستم بس هتلاقي فيه عاجات كتير جدا مكتوبة يعني هلاقي تكست كتير مسارات بتاعت البرامج موجودة في كذا مكان احنا بنكتبه ازاي بنعمل اخر سطر بنعمل سيمي كولوم على المكتوب ما ندربلسش ما ندربش حاجات انا هروح على جوه المكان اللي ستبت فيه على فولدر اسمه pin يبقى كده سيمي كولوم واكتب المصار بتاع المكان ما انا ستبت لغاية الفولدر اسمه ايه الفولدر اسمه pin وارجع على الـ variables بتاعتي ارجع على اتأكد ان انا واقف على اخر ايه اخر الاوامر خالص اخر الـ variable values اخر وخالص اتأكد ان انا مضبوط ومعامل باست سيمي كولوم يعني والمصار وادوس اوكي وادوس اوكي كده انا ستبت كل حاجات تخص جدك انا ممكن نزود خطوة رقم 5 في ان احنا نتست اللي انا عملنا ده كده الـ java مضبوطة ولا مش مضبوطة عشان نتست الكلام ده انا هروح على start وهكتب cmd عشان افتح لي الـ command line او command prompt بتاع الويندوز هكتب فيه بس امر بسيط جدا يعرفني الـ java نزلت وتمام ولقى هكتب java و space و dash version هتجب لي مفروض تسترجع لي الـ version بتاع الـ java سترجع لي الـ version انه هو 12 وبانا كده فعلا الـ java معايا اشترعت